السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبا كبر كيف حالكم يصر الله لكم يصر الله لكم إن الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تبارك وتعالى فلمضل له ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه جل فعلا جعل مع الصبر نصرا ومع الضيق فرجا ومع العسر يسرا جعل لكل شيء بداية فلا بد له من نهاية فما من أول إلا وله آخر وإن الليل إن طال مهما طال فلا بد من طلوع الفجر وإن العمر إن طال مهما طال فلا بد من دخول ظلمة القبر الموت كأس وكل الناس شاربه والقبر باب وكل الناس داخله لا تعجلن فليس الرزق بالعجل الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل زك الله خير لا تعجلن فليس الرزق بالعجل الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا ولكن الإنسان خلق من عجل فسبحانك ربي سبحانك سبحان من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصها للأمة فكشف الله به الغمة ومهى عنه الظلمة فأخرج صلى الله عليه وسلم العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته عاش فيها صلى الله عليه وسلم عاش في هذه الدنيا وما وضع لبنةً على لبنة فنام صلى الله عليه وسلم على الحصير وقد أثرت العيدان في جسده الشريف فقال له صحابته الكرام أرأيت يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءً أي شيئًا سهلًا يسيرًا تنام عليه لا يؤثر في جسدك فقال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما لي وللدنيا وما أنا في الدنيا إلا كراحل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها بأبي أنت وأمي يا رسول الله صبر على البلاء وتحمل الضراء وعبد الله حتى تورمت قدماه ونام صلى الله عليه وسلم على فراش الموت حتى تقابل مع مولاه فصلاةً وسلامًا دائمين متكاملين متواجدين متلازمين على طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ثمرة فؤادنا وفلزة أكبادنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور ومنور لنا طريقنا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار الأبرار الأطهار صلاةً وسلامًا دائمين إلى أن يقوم الناس لرب العالمين ما أطيب هذه الأيام وما أعظمها وما أفضلها وما أحسنها لأنها كان فيها ميلاد خير العباد صلى الله عليه وسلم ما أفضل الأيام التي شرَّف الله الدنيا التي كرَّم الله الإنسانية وشرَّف البرية وعظَّم كل شيء بميلاده صلى الله عليه وسلم سيدي أبا القاسم يا رسول الله خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَوْ قَطُّ عَيْنٍ وَأَفْضَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدَ النِّسَاءُ صلى الله عليه وسلم نحن الآن بصدد ذكر عظيم أي ألا وهي ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وُلِدَ الرَّبِيعُ في شهر الرَّبِيعُ وُلِدَ صلى الله عليه وسلم يتيما نزل من بطن أمه يتيما صلى الله عليه وسلم وُلِدَ يَتِيمًا وَعَاشَ كَرِيمًا وَمَاتَ عَظِيمًا صلى الله عليه وسلم عبد الله فشكر وزكر وصبر صلى الله عليه وسلم لما جاع صبر لما جاع صلى الله عليه وسلم صبر ولما اشتد به الجوع ربط على بطنه الحجر ولما انتصر في المعارك ضد الكفار شكر ولما أطعمه الله وسقاهه ذكر إنه محمد خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ما يطيب الحديث وما يطيب الكلام وما يكون اللسان لزيز ولا القلب ورطب ولا مطمئن ولا كذلك المجلس إلا بسيرته وبذكره صلى الله عليه وسلم عفواً وعذراً رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يصفا جاءت قديماً ذرة من نوركم جمل الرحمن منها يوسفا والله لو كان ماء البحار بأسرها مداداً لأوصاف له لن تعرفا والله لو جد العباقرة كلهم في أوصاف له ما كفا يكفيه لقياً في السماوات العليا وبحضرة المولى الجليل تشرفا يكفيه أن البدر يخسف نوره ونور محمد لن يخسفا وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم ها هو الناس يحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في شتى بقاع الأرض يحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يحتفلون بمجيء هذا السراج وهذا المصباح العظيم الذي أضاء الظلمات وملأ بخيره الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم لكن كيف يكون الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم هل الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمأكل والمشرب فقط الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم بأننا نذهب للملاهي والملزات هل الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم بسماع الأغاني والمسلسلات هل الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم مشاهدة الأفلام والجلوس أمام الشاشات كلا وربي ليس هذا هو الاحتفال بالنبي وليس هذا هو الاحتفال بمولد النبي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في يوم فقط ولا يكون في شهر فقط ولا يكون في مكان دون مكان ولا في زمان دون زمان بل علينا أن نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياتنا ونحن في قراءة القرآن ونحن في مجالسنا ونحن في سفرنا ونحن في سكننا وفي كل شيء نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أليس الإسلام رحمة من الله قل بفضل الله وبرحمته أليس الإسلام رحمة من الله يجب علينا أن نفرح بها أليس القرآن رحمة من الله يجب علينا أن نفرح بها أليس معاملتنا الطيبة هذه رحمة يجب أن نفرح بها أليس حبنا لبعض ودراستنا للقرآن وطاعتنا للنبي العدنان ومكوثنا في بيت الرحمن أليست هذه رحمة كل هذه رحمة لكن من الذي علمنا إياها كيف جاءنا الإسلام كيف جاءنا القرآن كيف جاءنا حب الإنسان الأخي كيف جاءنا دراسة القرآن كيف جاءنا كل الخير إنه بملاد النبي صلى الله عليه وسلم إنه بملاد النبي يجب علينا أن نفرح لكن لا في يوم معين ويجب علينا أن نفرح بطاعة الله عز وجل ونحتفل بالنبي وبملاده صلى الله عليه وسلم بطاعة الله حينما سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الإثنين يصوم الخميس والإثنين صلى الله عليه وسلم في رواية قال أن الله أن أعمال العباد ترفع في يوم الخميس والإثنين وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم لكن في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صوم يوم الإثنين قال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه إذن احتفل النبي بصوم يوم بميلاده بالطاعة بالطاعة نحتفل بميلاد النبي بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلاما ولا حديثا محبة النبي اتباع اتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني حياتك كلها في طاعة الله وفي الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم متى تسكت وماتى تتكلم وكيف تتكلم وبأي كلام تتكلم كيف تجلس في المسجد وكيف تدخل المسجد وكيف تخرج من المسجد كيف تدخل البيت وكيف تخرج من البيت ماذا تقول عندما تدخل منزلك وماذا تقول عندما تخرج من منزلك ماذا تقول عند دخول الخلاء الحمام وماذا تقول عند الخلاء كلها حياتك كلها احتفالا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي النبي كانت هناك عادات سيئة عادات قبيحة كان هناك ظلم وافتراء وعدوان كانت الدمعة لا تجف من على وجه المسكين وكان الحزن لا يخرج من قلب الفقير فلما أن جاء صلى الله عليه وسلم ملأ الأرض قسطا وعدلا ونورا لقد جاءكم رسول من أنفسكم والله عز وجل يقول لقد جاء الحق لقد جاء الحق وزهق الباطل وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا كان من أسوأ العادات الجاهلية قبل أن يأتي النور العظيم والسراج المنير محمدا صلى الله عليه وسلم كان الرجل يأخذ بنته ويضعها في التراب ويدفنها وهي ما زالت على قيد الحياة وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت لماذا قتلت لولا مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لو ما كنت أنا ولا كنتم جميعا لأن أمي كانت ستدفن وهي بنت في التراب وأمك كانت ستدفن وهي بنت في التراب من هذه العادات الجاهلية وهذه العادات السيئة لكن حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل ذي حق حقه وضع الحق في مكانه والعدل في نصابه والقصط في مقره فملأ الأرض خيرا وعدا ونورا عفوا الحديث لا يكفي الحديث لا يكفي عن طب القلوب صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء اللهم اجزه خيرا اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته لا تنسى دائما أن تذكر وترطب لسانك بالصلاة على حبيبك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جاء سيدنا أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني كثير الصلاة إني كثير الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي كم أجعل لك من صلاتي قال له ما شئت قال له ما شئت قال له يا رسول الله سأجعل لك من صلاتي الربع قال له ما شئت وإن زدت فهو خيرا لك قال له يا رسول الله سأجعل لك من صلاتي ثلثها قال له ما شئت وإن زدت فهو خير لك حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم سأجعل لك صلاة كلها يا رسول الله قال له إذن يكفيك الله يكفيك الله ما أهمك في الدنيا وفي الآخرة والله عز وجل يأمرني ويأمرك ويأمر المؤمنين كلهم بشيء فعله هو أولا وفعلته الملائكة فإنه حين يأمرني ويأمرك بشيء هو فعله سبحانه جل فعلا فهذا أمر جميل وهذا أمر عظيم وهذا أمر خطير إن الله ماذا يصنع إن الله وملائكته ماذا يفعلون يصلون على النبي لبيك ربي ماذا تريد يا رب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كل القرآن الكريم نداء المؤمنين يكون في أول الآية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَ تُقَاتِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يا أيها الذين ونتقوا الله والتنظر نفسه ما قدمت لغد إلا هذا النداء في نصف الآية في منتصف الآية الوحيد في منتصف الآية في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا نداء من الذي خلقك فسواك فعدلك من الذي جعل لك عينين ولسانا وشفتين من الذي كرمك وقدرك وعظمك وشرفك من الذي خلقك بيده ينادي عليك يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي صلوا عليه وسلم وتسليما وسلم وتسليما عفوا ليس هذا حديثنا لكن كما قلت لكم أنا أريد أن أحل لساني وأرطب قلبي بذكر حبيبي وطبيبي وقائدي وقدوتي محمدا صلى الله عليه وسلم كذلك لا يطيب المجلس ولا يطيب الحديث ولا يطيب الحوار إلا إذا تكلمنا عن سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم عودا إلى التجويد عودا إلى التجويد المرة لا أقول المرة الماضية المرة التي قبل الماضية أنني لم نأتي المرة وعذرا عذرا مني على ذلك وأرجو منكم العفو والسماح قبل المرة الماضية كنا أخذنا في المتوم باب نون الساكنة والتنوينة أليس كذلك أليس كذلك طيب إن شاء الله حفظنا المتون إن شاء الله إن شاء الله حفظنا يا حسين حفظنا إن حفظنا المتون يا حسين الشيخ صالح سوف يأتي مرة ثانية ويسمع لك إن شاء الله طيب نبدأ أولا بالقرآن الكريم ثم نسمع المتون في الآخر إن شاء الله يبدأ بخير كلام الله عز وجل في أي سورة توقفنا نزمل صلى الله عليه وسلم ماشي اقرأ شيء بسم الله ماشي من الذي سيقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ كُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ أَوِنْكُسْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْكُرْآنَ تَرْتِيلًا وَرَتِّلْ وَرَتِّلْ القرآنَ تَرْتِيلًا الله عز وجل يأمر النبي لم يقل له اقرأ القرآن لم يقل له اقرأ القرآن إنما قال له وَرَتِّلْ القرآنَ تَرْتِيلًا ما معنى كلمة ترْتِيلة؟ كلمة ترْتِيل قال سيدنا علي بن أبي طالب وَنْكَرَّمَ اللَّهُ وجَهَهُ الترْتِيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف كيف تقف؟ متى تقف في القرآن؟ معرفة الوقوف وتجويد الحروف أي حروف الكلمات تجويد حروف القرآن الكريم إذن التجويد التجويد أمرها مهم حكمه العلم به فرض كفاية والعمل به فرض عين على كل إنسان بعينه من المسلمين ومن المسلمات وردت للقرآن ترْتِيلة قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجه الترْتِيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف هذا حبما سائل يسألك أنت تقول التجويد الشيخ وأنت تقرأ التجويد ما دليل التجويد من القرآن؟ ما دليل التجويد من القرآن؟ دليل التجويد قول الله عز وجل وردت للقرآن ترْتِيلة عرَّف الترْتِيل سيدنا علي بن أبي طالب وقال الترْتِيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف إِنَّا سَنُلْقِي قَوْلًا عليك أنت تقرأ من المصحف شيخ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا فَقِيلًا إِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُ وَطْعَوْا وَطْعَنْ وليس عَا عَا خَطَى وَطْعَنْ وَطْعَنْ هذا همز حرف همز إِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُ وَطْعَوْا وَأَقْوَمُ قِيلًا كيف سألت آ آ آ آ وليس عَا عَا خَطَى وَطْعَنْ وَطْعَنْ ليس وَتْ وَطْعَوْتْ خَطَى وَطْعَنْ وَطْعَنْ وَلَيْسَ عَنْ عَا خَطَى أكثر أهل إندونيسيا سمعتهم يبدلون الهمز إلى عين يبدلون الهمز إلى عين هذا لا يسح هي أشد وطْعَنْ والهمز لها مخرجها والعين لها مخرج آخر والهمز لها صفاتها والعين لها صفاتها إن ناشئة الليل هي أشد وطْعَوْ وَأَقْوَمُ قِيلًا إن لك في النهار سبحا طويلا هسبك من سيقرأ هيا اقرأ مسلم اقرأ مسلم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرك والمغرب لا إله لا إله إلا هو فاتغذ وكيلا واسبر على ما يقولون واهترهم أدرهم دمين حجرا دميلا وزرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا حسبك يا مسلم إن شاء الله جميل براف عليك بغوص 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 متاز متاز يا مسلم إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا إِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَهِيمًا وَطْعَامًا زَا خُسَّطٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَسِيبًا مَهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِيدًا شاهدًا ليس شهيدًا نمع شاهدًا شاهدًا هناك آل مد شاهد اسمه فاعل إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِيدًا أَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَصْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا مرة ثانية لاغي فَعَصَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَصْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فكيف تتقون إن غفرتم يوما يجعل الليل دا نشيبا حسبك شيخ تكلمنا عن المثلين هنا مثلين واقسم المثلين تكلمنا عنهم طيب تتقون تتا تتا تا وتاء هل من مجيب طيب من يقول لي أقسم مثلين مثلين كم قسم سؤال ثلاثة جميل قال ليس قسم الأول صغير قسم الثاني ها قسم الثاني كبير كبير الكبير المتعال القسم الثالث مطلق ما شاء الله بارك الله فيكم إذن المثلين قسم إلى ثلاث صغير وكبير ومطلق ما هو الصغير يكون الحرفين الأول منهم الثاني ساكن والثاني متحرك الكبير أن يكون الحرفين حركين المطلق عكس الصغير المطلق عكس الصغير أن يكون الحرف الأول متحرك والثاني ساكن إذن فكيف تتقون هذا كبير أم صغير أم مطلق كبير بارك الله فيكم لأن التاء والتاء متحركين أليس كذلك آش تفضل الشيخ استمر السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا حسبك شيخ حسبك أظن الكثير يحفظ جزء عمى وجزء تبارك جزء النبى وجزء الملكة ليس كذلك إن هذه تذكرة ليس كذلك إن هذه تذكرة هناك كلا إنها تذكرة كلا إنه تذكرة إن هذه تذكرة أولا ثلاث موجودون في جزء تبارك ملك وجزء عمى من يقول لي كلا إنه تذكرة في أي سورة كلا إنه تذكرة يا أهل القرآن يا من تتعلمون في معا جميل الرحمن كلا إنه تذكرة يا الله كلا إنه تذكرة عبسة ليس في عبسة يا شيخ الذي في عبسة كلا إنها أنا أقول كلا إنه ها جميل ممتاز كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وآهل المغفرة كلا إنه تذكرة كلا إنها تذكرة ها الذي قلتها أنت في سورة عبسة كلا إنها تذكرة إذن كلا إنه تذكرة كلا إنها تذكرة إن هذه تذكرة في أي سورة؟ في الإنسان إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما تخلوا من يشاء في رحمته والظالمين أعدنا هناك واحدة أخرى أيضا هذه التي نقرأها في سورة المزمّن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم ليس كذلك إذن إن هذه تذكرة اثنين واحدة في المزمّل هذه وواحدة في آخر سورة الإنسان إن هذه تذكرة كلا إنه تذكرة في سورة المدثّر كلا إنها تذكرة في سورة عبس ناشي لكم تكونوا فهمتم من بجواره؟ ناشي وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَيْلَا لَيْلَا أنت تقرأ من المصحف ويقدر الليل والنهار الليل مفعول به من صوب بالفتحة وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ أَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْسُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْكُرْآنَ أَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضُ وَآخَرُونَ مِنْكُمْ مَا كلمة مِنْكُمْ مَا مِنْ سَاكِنَةً وقع بعدها مِن أليس كذلك؟ إذن عندي ميمين ميم وميم هذا يسمى بمثلين أليس كذلك؟ ننظر إليه الهوى من الصغير أم من الكبير أم من المطلق الصغير يكون له الساكن والثاني متحرك الكبير الحرفين متحركين المطلق أن يكون الأول متحرك والثاني ساكن من أي هذا؟ منكم مَا من أي صغير أو كبير مطلق؟ صغير صغير إن شاء الله جميل حكم الصغير الإضغام الصغير حكمه الإضغام أما الكبير والمطلق حكمه الإظهار الصغير حكمه الإضغام لذلك نقول علم أن سيكون منكم مرضى منكم مرضى ما شيخ رشيخ؟ استمر علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله لا تخلق الفضاد لا تقول من فضل من فضل الضاد ليس فيها قلع من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقردوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير أنفسكم من مثل منكم مرضى مثلين صغير أيضا ماذا استمر وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إلى الله وخيرا هو خيرا وأعظم أجرا هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم جميل غفور رحيم ما حكم هذه الكلمة إضغام لا نقول إضغام فقط لابد أن نحدد عندي إضغام بغنة وإضغام بغير غنة وإضغام مثلين صغير أي إضغام من هذا بغير غنة الدليل من متنة تحفظ الأطفال إضغامهم بغير غنة في اللام يورى ثم كريران بارك الله فيكم ماذا يا شيخ من بجواره هيا صورة الجن بسم الله الرحمن الرحيم قل أوهي إلي ليس أوه قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن قل أوهي إلي خطأ قل أوهي ليس أوهي قل أوهي إلي جميل قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقال نفر ما اسمك؟ ما اسمك؟ رشيد 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 أليس منكم رجل رشيد هذه في سورة هود نفر منه ما حكمه يا رشيد ما حكم هذه الكلمة؟ نفر منه تنوين وقع بعده حرف الميم حكمه شيخ اضغم بغنة هذه اضغم بغنة إذن تقرأ وتضغن وتغن نفر من الجن فقوه هيا رشيد هيا قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمئنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به فآمنا به يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا حسبك شواري وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ما اسمك شيخ هلمس هلمس هيرمس هلمس هيرمس هلمس هلمس أنت تحفظ صورة الجن لا تحفظها اقرأ اقرأ مرة ثانية مرة ثالثة وأنه كان يقول وأنه تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا جميل من بجوارك اقرأ شيخ خالف ربنا اقرأ وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا جميل الإنس حكم هذه الكلمة إخفاء إخفاء شفوي لا لا اسم الحدد عندي إخفاء شفوي وإخفاء حقيقي إخفاء حقيقي بارك الله فيك جميل ما اسمك إفراخ 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 جميل بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك جميل شيخ هيا من بجواره بارك الله فيك هذه غنة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا جميل أحسنت بارك الله فيك إن شاء الله من بجواره هيا وأننا كنا نععد منها مقاعد سعر وأننا كنا نععد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا لا تقل نقع ليس هناك تعسف ليس هناك تشدد في النطق اقرأ بسهل ويسر لا تشدد على نفسك بسم الله وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأننا لا ندري أشر أليد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أمير من بجوارك سنت وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأننا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائك كددا جميل أحسنت شيخ إن شاء الله جميل sûrement شكرا أنا أم أشكا وأنا ظنن نألن نعجب نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا مرة ثانية فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم وأن لو استقاموا على الطريقة هذه هو جماعة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا ودقا لنفتنهم فيه ومن يؤمن بربه ومن يؤمن بربه حسبك حسبك ذكري ربه راء وراء أليس كذلك هذا مثلي كبير أم صغير أم مطلق كبير أنا أسمع أنه ستكون صغير كبير كبير لأن الراء والراء متحركين وليس بينهما فاصل لابد أن يكون فاصل لا لابد أن يكون ملتصقين ما الشيخ استمر ومن يؤرد أن ذكر ربه يسلقه عذابا سعدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أم بجوار وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاذوا يكونون عليه لبدا جميل مرة ثانية وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاذوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا أحسنت إن شاء الله جميل غيره غيره أجل الوقت أجل كل يقرأ أجل أكثر يا مسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا لن بجوارك من يريد أن يقرأ فليأتي هنا يا شيخ إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يأص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رؤوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف أضع 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 ليس أضع أضع خطأ من أضعف ناصرا ضد ليس فيق القلب اللغة العربية اسمها لغة الضاد لغة الضاد فلا تقول أضع أضع خطأ أضع عفو أض لا تفعل أضع ض هذه خطأ هذه القلقلة تجعل لسانك يرتفع كذا أضع خطأ أض عفو أضعف ناصرا وأق في قلوبهم مرض تقول مرض ض ض خطأ في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا حمت فستعلمون حتى إذا رؤوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا جميل لكن ناصرا ناصرا خطأ هذه صاد وليس سين ناصي وليس سي ناصرا اقرأ استمر استمر فسيعلمون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا جميل الغيره قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا يجعل له يجعل له هذا مثلين كبير أم صغير أم مطلق كبير لام ولا واللامين متحركين ليس كذلك استمر عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول هذا خطأ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم أغلق المصحف وافتح كتاب المتون صدق الله العظيم فضل يا شيخ تفضل يسر الله لك انتهينا من الباب النون الساكنة ليس كذلك ليس اليوم هناك وقت للتسميع في الحصة أو المهاضرة القادمة إن شاء الله نسمع كله الآن نأخذ باب النون والميم المشددتين وباب الميم الساكنة وباب الميم الساكنة ونسمعه كله المرة القادمة إن شاء الله باب النون والميم المشددتين نقرأ جميعا مع بعض قول الشيخ سلمان الجمزور عليه رحمة الله في باب النون والميم المشددتين وسم كل حرف غنة بداء باب الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الهجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء والثاني إدغام بمثلها أتاء وسمي إدغاما صغيرا يا فتاء والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدواو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فعرفي باب النون والميم المشددتين وغنميما ثم نونا شددا وسمي كل حرف ونة بذاء باب الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الهجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء والثاني إدغام بمثلها أتاء وسمي إدغاما صغيرا يا فتاء والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدواو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فعرفي إن شاء الله المرة القادمة سمع من أول يقول راجي لحد إلى من أول يقول راجي إلى قوله لقربها والاتحاد فعرفي فعرفي هذا تحفظونه إن شاء الله جيدا بأمر الله تحفظونه كل ما مضى وتركزون عليه وفي الختام أشكر ربي سبحانه وتعالى وأحمده لأن جمعني وإياكم على طاعته ولم يجمعنا على معصيته كما أنني أحمد ربي تبارك وتعالى أنه هو الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا لك من الراشدين اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور إنك على كل شيء قدير إنك أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير وفي الختام أقول كما علمني خير الأنام صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك كما أنني لا أنسى أن أذكر نفسي أولا وأذكركم ثانية لا تنسوا أذكار الصباح والمساء التي علمها لنا رسول رب الأرض والسماء وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة